السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطالنا في سنة الله عاملين ايه؟ ان شاء الله كونوا بخير ومعاكم زميلكم عمر علي الفرقة التانية ان شاء الله نشرح ان نارض مع بعض المحاضرة الثالثة في الهيستولوجي الميمبريناس أورجينويد محاضرة جميلة ان شاء الله يا طويلة بس شوية بس ان شاء الله نحاول نبسطها على بعضنا وتخرج منها حافظين بإذننا تعالى عزينا قبل أن نبدأ ندع الزمالين الذين هتوفهم الله ان يرحموا ربنا واتغمضهم برحمة واسعة ويارزق أهليم الصبر والسلوان نبدأ المحاضرة للدعاء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وانت تجعل حزن إذا شئت سهل الميمبريناس أورجينويد سنتعرف النهاردة على الميمبريناس أورجينويد يبين قاسم إلى السلمي برين بلازما الامة الشبكة الاندوبلازمية جهاز والليسوسوم والميكروبادي والميتوكوندريا هترفع على كل واحد فيه إن شاء الله في هذه المحاضرة قبل ما نبدأ عايزين نتعرف على السل كومبوننت عايزين نعرف ما هي السل بيقولك هنا تعريف السل نجيب القلم بيقولك إن السل الخلية هي عبارة عن الوحدة التركبية والوظيفية التركيب لكل لكل الكائنات الحية ولكن السل بتتكون من بروتوبلازم الخلية بتتكون من بروتوبلازم وهذا البروتوبلازم محوط بسلم والبروتوبلازم يتكون من السيتوبلازم والنيوكلس يعني سريعا كده ده السل ممبريم جواه كده فليوت فليوت ده اسمه السايتوبلازم جواه نقطة كده اسمها دايرة هي دي النيوكلس والنيوكلس والسايتوبلازم هو البروتوبلازم ومحوط زي ما قلنا بي السل ممبريم من إيجه هنا بقى بيعرف السايتوبلازم وبيقولك It's a specific kind of البروتوبلازم هو عبارة عن specific kind نوع معين من البروتوبلازم путidence of matrix يحتوي على matrix يعني سائل With substrate site ander одном الم sympathetic contact كده اسم قال الماتريكس الماتريكس ده جوا السايتوبلازم او السايتوبلازم الان السال ممبريم اه عفوا القولد هو ده التي جواب السايتوبلازم يقولك انه هو specific kind من البروتو بيحتوي على السيتو بلاسمي الكنتينت اللي هي الارجونات ان الانكولوجيات الانكولوجيات اللي هي المحتوى اللي هو المحتوى نحن نخلصنا السيل كمبونت وعرفنا ان السيل هي الارجونات من البروتو بلاسم اللي بيكون من السيتو بلاسم والنيو كلاس محاط بالسيل من بريم وهو نوع معين من البروتو بلازم وهو عبارة عن ماتريكس عبارة عن سائل يحتوي على السائل الماتريكس أو السائل الماتريكس أو السائل أو السلساب الماء هو ماتريكس عبارة عن فليويد فالفليويد هو ماتريكس عبارة عن فليويد يعني لون الماء منهج لوم سائل 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 ما بين السائل الماء يحتوي على السائل الماء فالفليويد يغوص داخل الماء لذلك يمكن أن يجعلها فليويد أو السائل الماء سنرى هذا الماتريكس عندما نرى تحت ماتريكس أو ماتريكس تخطي في شابتر ماتريكس ماتريكس وممكن أن نرى ماتريكس وهو شيء قوي جدا ونرى مكبر أكثر من 10 أضعاف ماتريكس فهنتعرف على الماتريكس بتاع السائل الماكروسكوب وبالالكترون ماكروسكوب يعني أنا لو جيت سألتك كده يا دكتور وقلت لك الماء دي لو جاء نشوفها تحت الماكروسكوب هتكون عاملة ازاي الماء دي حاجة شفافة مستحيل تشوفها تمام ولكن الماء هي حاجة متجانسة فإذا احنا بنشوف أن الماء في ماتريكس ماتريكس كلمة مهمة ماتريكس هنجب القلم ثاني ماتريكس يما يكون الماتريكس تحت اللايت ميكروسكوب يما أسيدوفيلك أحمر يما بيزوفيلك أزرق يما نيوتروفيلك متعادل يهو اللي هو أسيدوفيلك واللي هو بيزوفيليا يكون متعادل تمام؟ مع كلمة ماتريكس في الوهومجينوس كلمة مهوموجينوس يعني عبرها سريع موجود مهومها ماتريكس وهو ماتريكس اي امورفاس يعني شكل جيد ماهوم لاته تحت الماتريكس لا نبيче خالص مش هنشوف اي حاجة امورفوس حاجة مش مفهومة تمام بس هنا مكتوب لك ايه يعني ايه الماتريكس ده في في ايونات الايونات دي بتبان في الاكترون تمام اللي هي الالكترون فاذا احنا بنشوف الاكترون موجودة جوه الماتريكس ده لما بنكبر بنشوف ان الماتريكس ده امورفوس مش مفهوم بس بنشوف بنشوف بعض من الالكترونات بنشوفها بالالكترو تحت الاكترون موجودة جوه الماتريكس ده بتاع السايتو بلازم تمام بحنا كده اخدنا السايتو بلازم وانا هو عبارة عن السايتو بلازم تمام بيحتوى على السايتوب لابزم كومبارتمنت من الارجنيل عند الانكلوجينز وقولنا ان هو كولورليس ووتريفلاود او سيمي فلاود بيكون بردك من من الارجنيل عند الانكلوجين بلايات ميكروسكوب بشوف انه هوموجينوس هاما انكلم به هوموجينوس اهم كلمة هوموجينوس فينال جرانيولار اسيدوفيليك اياما فيسوفيليك اياما بالنسبة الايكترون مايكروسكوب بشوفه امورفوس اه وكمان بشوف بعض من الايكترون تمام هنيجي بقى عند بتاعت الماتريكس اه بيقول لك ان هو يعني ايه الكلام ده يعني هو بيديك وسط مناسب سيوتيبل ميديم يعني وسط مناسب للتفاعلات اللي بتاعة حدث في السايتو بلاسب يبقى الماتريكس ده ليه خاصية مهمة جدا انه هو بيديني وسط مناسب عشان قد رأعمل منه التفاعلات البتاعتز جوة السايتو بلاسف وبينظم امراض الترانسبور الف الذي ي Bangkok his book ofischen belch said it بنظم عملية ا وااااااااا Paulo بنظم لعملية العناصر جوة السايتو بلاسف ازا بنظم نقل العناصر دي جوة السايتو بلاسف دي وظيفة الماتريكس تاعة السايتو بلاسف كهنا خلصنا النيخارات التوقع غเวش ايم Mechanical ان شاء الله تكونوا فهمت لا cenصة يعني حواليها غشاء. انها مفهاجة غشاء. من برناس ارجانيل بتتكون من السبع اللي احنا هندرسهم. السلم او البلازما لما متنساش انتو بلازمة وهنتعرف عليها انها تنقسم الى راف عند اسموز والراف دي عشان عليها معلومة كده قدام. او جهاز جولجي. الانزيمات المحللة. او المايكرو بادي. متنساش المايكرو بادي. الاستاملة بين اخوات سيادة كثرة. الميتو كوندريا والانيوت الامل. بالنسبة للنن ميمبريناس ارجانيل هيكون الرايبوزوم المايكرو توبيولز سينتريولز سيليان دفلاجيلة والسيل فيلماتز. طبعا لازم تبقى عارف الفرن ما بينهو. وتبقى احافظ لو انت حفزت الميمبريناس ارجانيل تاخد طبعا النن ميمبريناس ارجانيل هيدي يا باشا. طبعا انت ما تبقى عارف السبعة الميمبريناس ارجانيل اكيد اي اجابة تانية هتبقى ميمبريناس ارجانيل. يعني انا لو جيت سألتك في المتاحة اقول لك which is the following is a membrenais ارجانيل? واجبت لك ريبوزوم سيل الفلامنت وليسوسوم بعد كده جبت لك سينتريول اللي اجابة هتكون ايه? بالزبط هتكون هنجي مع بعض بقى في اول آآ ارجانويد هنتعرف عليه النهاردة هو السلميمبرين او البلازم اليمة. السلميمبرين اه ده شكله والسلميمبرين يا جماعة عشان قبل ما ندخل على السلميمبرين وقبل ما نتعرف عليه هو اصلا بيتكون من فوسفوليبيت اعرفك انا قرأت الداتا ايه مش منكتوب عندكم بس لازم تبقى عارف ان السلميمبرين ده بيتكون من آآ من فوسفوليبيت ده يا جماعة بتتكون من هت وتيل الشكل عامل كده يا جماعة. زي ما انتشايف كده زي ما تشايف كده زي ما تشايف كده ودي التيل اهو اهو تمام باين اهو ده تيل ده الهيد دي هايدروفليك هايدروفليك يعني ايه هايدروفليك يا جماعة الهيد دي بتاعت السلمن بريم يعني محبة للماء تمام في حين ان التيل هايدروفوبيك كاره للماء فزيح لعندنا الشكل النهائي للسلمن بريم هيكون عامل كده تمام دي حاجة لازم تبقى عارفها قبل من نتعرف على السلمن بريم ان هو بيتكون من تمام وان هو بيتكون من هايدروفليك محب للماء في حين ان التيل هايدروفوبيك كاره للماء دي حاجة بس حبيت اعرفها قبل ما نتكلم على السلمن بريم هنعرف ان شاء الله بتاعه شكله باللايت مايكروسكوب شكله باللايت مايكروسكوب والفانكشن بتاعت السلمن بريم السلمن بريم او البلازمة للماء الديفنيشن بتاعه بيقولك يعني ايه يعني هو عبارة عن غشاء بيحوط الخليه تمام بييفر على محتوى السيتو بلاسم اللي هي ايه السيتو بلاسم اكورجانويد اللي هي ايه يا دكتور يعني الميمبرينس ارجانويد والميمبرينس ارجانويد بيحوط على الخليه بييفر على محتوى السيتو بلاسم ويقولك حاجة كمان ان هو بيحافظ على شكل ايه الخليه ادي شكل السلمن بريم زي ما انت شايف هنيجي بنتعرف على كده احنا خلصنا تعرفنا على بتاع السلمن بريم هنتعرف عليه بقى شكله تحت جينا على دكاترا نبص على شكل السلمن باللايت مايكورسكوب والالكتور مركروسكوب شفناها في كلمة بسيطة خالص وسهلة كلمة واحدة شفناها خط رفايع جدا بيحوط الخليه بس مش عايزين اكتر من كده حاجة رفايع جدا بيحوط الخليه طيب جينا بقى Swire واكتشفنا مهمة جدا بالاكتر ميكروسكوب شفنا انه يتكون من ثيرت ليار دي ميمبريم يتكون من ثلاثة اخشيب احنا شفنا في اللايت ميكروسكوب يتكون من غشاء كلمة واحدة خط واحد بحوط الخليجة لا شفنا في الاكتر ميكروسكوب يتكون من ثلاثة ليار التلاثة ليار يطلق عليهم حاجة مهمة جدا 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 انتبع عارف الاسم ده انا قربتلك اذا امت هو تراي لامينا اسم ده مهمة جدا جدا هنجح دا كاترة هنكمل بيقول لك ان نكمل كامل يا جماعة ان السلميكروسكوب بيتكون من ثلاثة ليار وبيكون السيكنس بتاعت السلميكروسكوب من 7.5 إلى 10 نانو متر في السيكنس تمام؟ بيتكون من 2 إلكترون بيتا دينس فكك من بيتا اما حاجة ان اوه بيتكون من 2 إلكترون دينس بمنطقة إلكترون ليوسر نحوش بس الخط عشان مندارع الكلام اهو تكاترة اهرب بيتكون من ايه؟ اهو 2 إلكترون دينس يعني منفصلة به إلكترون ليوسر انترميديات زون بيكونوا 2.5 نانو متر في الكتر في حين ان الالكترون ليوسر من 2.5 إلى 3 نانو متر في الديامتر تمام؟ يبقى احنا كده اذا كنت رأيتنا تعريف السيل ميمبرين او البلازمة لما اتسين فولب او زي الأهم كلمة يا جماعة اهي باللون الأحمر ايه بينا اتسين فولب اوف ذا سيل انكلوز على السيتو بلازمة وبيحفظ الشيء بتاعه شكله باللايت ميكروسكوب كلمة واحدة خط رفيع بالنسبة للكترون ميكروسكوب شفناه او تراي لامينال او يونت ميمبرين اللامينال ريليا يا شباب يعني خط يعني غشاء بردك تمام بتكون من سبعة الى عشرة من سبعة ونص الى عشرة بتكون من كتر كلها فيه من اتنين ونص نانو متر بتكون تلاتة من اتنين ونص لتلاتة نانو متر نيجي بقى شباب نتكلم معنا او ده الشكل بتاعه حاولها زون ده شكل السلم على فكرة ده كترة الخطين النسوط ده ده كل خط ده كل خط يعني اللي فيه ده سلم الواحده يعني بيتكون من تلاتة الليير اللي احنا عارفينه والخط اللي تحت ده سلم تلاتة اللي احنا عارفينه اللي هو واحدة اه اتنين واحدة تمام هنكمل هنا بقى يا شباب يا ده كترة سؤال مهم جدا اللي احنا عندي لها اتنين و عشان كانت تجي اهمية الحاجة اللي انا اتفق هو المحاضرة ان بيتكون من الفوسفوليبد الفوسفوليبد عندك هايدروفليك هايدروفوبيك تيل فاحنا عندنا هجيب القلم زي ما زي ما هنرسم زي ما كنا رسمين يا شباب يا دا كترة اهو تمام اه مش مهم الرسم يعني ده رسم كروكي بس للتوضيح فهنا بتيجي الالكترونيات تتوزع كده على ايه اه دي الالكترون جاهي على السلم بتتوزع على ايه الهايدروفوبيك هايدروفوبيك هايدروفوبيك بردك تتوزع بردك نفس الكلام على الهايدرو اه هايدرو اه فوبيك تيل وبردك توزع هنا هايدروفوبيك تمام تمام بعد كده بيقول لك ايبقى ان المنطقة الفتحة اللي هي في النص يا داكاترا يعني احنا عندنا الهايد وديد تيل وديد الهايد المنطقة دي ومش محبة للليبت تمام وان اهو بيقول لك ان المناطق اللي هي المغزة داكاترا ان الدينس دول بيكونوا بولر يعني هما مليكيوز تمام وتمسك في البروتين ليه بقى بيقول لك لان انزل هايدرو فيلك اهو يعني ايه داكاترا ملخص اللي عاك والكلام الكتير دا ان احنا عندنا الهايدرو فيلك هايد وهايدرو فيلك تيل هايدرو 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 بتوزع الاقترنات عليهم بالتساوي مش مشاكل خالص ام حاجة عملنا عليه ان اللي هي المنطقة دي اللي هي بتكون تمام في حين ان في حين ان اللي هي هايدرو بيتكون العكس تمام وبيقول لك ان بيجا كده بيترصب هنا بشكل كبير جدا او هايدرو بيترصب هنا بشكل كبير وهنا بيترصب بردك اوزميم بس ايه خفيف خالص خاص وبيترصب طبعا تحت بردك في الهد الاوزميم بشكل كبير ده اللي بيخلي عندنا two electron dense بيخلي عندنا منطقتين dense ومنطقة واحدة اليوسد هنجيبع الفانكشل في السلم مبيرين سلم مبيرين عندنا لي خاصيتين مايكرو ترانسفور بينكم سلم برميابيليتي ومايكرو ترانسفور البالك ترانسفور مايكرو ترانسفور يا شباب يعني السلم ده بينيه الحاجات المايكرو الصغيرة مايكرو يعني صغير خالص يا شباب مايكرو ترانسفور يعني بينيه الحاجات الكبيرة عشان كما تسمعها باوك ترانسفور تمام يعني حاجة ضخمة مايكرو ترانسفور اللي هي برميابيليتي بينكم سلم عبارة عن اكسشينج اف ماتيريال بتوين السلم يعني ده السلم اي حاجة بتحوط ما بين السلم عندنا حاجة سمعة مايكرو ترانسفور بتعدي التبديل الحاجات دي بتدخل جوه وحاجات اكسشينج الماتيريال اكسشينج لاحظة متأسف نرجع تاني اف ماتيريال بتوين السلم بين الخلية واي حاجة بتحوط الخلية العملية دي هي عملية اللي انا لارسنتها لك يا دكتور اللي هي دي نجمي القلم العملية دي دكتور ماهزن دكت لا يسف اللي هو نرجع تاني الموضوعنا وقلنا اني عندنا حاجات اللي هو عملية وفي الماتيريال اي حاجة برا زي مسلا سوديون جوا كالسيوم اا ده بوتس معافة يعني العيونات بتدخل الجوه الخلية وفي ايونات بتخرج برا الخلية فاعيونات بتدخل فاعيونات بتخرج الحاجات دي بتتم عن طريق ايه عن طريق تلات حاجات تلات عمليات بالزبع هما هما الاسف هتعرف عليها بعدين بس المهم انه مش بيحتاج طاقة. عمل نقيها بس في خالص الايونات بتخشها وتعدي بدون اي مجهوب بدون اي طاقة. اما بالنسبة ال اكتف دي بتحتاج ده بيعدي ايونات مخصصة معينة. نجبها عند او دي عبارة عن خلي بقى من كلمة هنا فيه اللي هي النفاذية تمام? نستقول لكم البرميابلتي معناها النفاذية. الماكرو ترانسفور او البالك ترانس بورت دي عاجز بالسفك سليكتف بروسس اه اطلايزنج انرجي يعني بتستهلك طاقة اطلاي اطلايزنج انرجي يعني تستهلك طاقة اه عن طريق كمبرايز عن عن طريق الاندوسايتوزز عن الاكسوسايتوزز منكمل اه عن السيل ميمبرين وبنيجي بقى فانكشن اللي يتيد السيل كوت فانكشن يعني خصائص متعلقة بالسيل كوت معطى في الخلية السيل كوت يا جماعة هو السيل ميمبرين مش يطلق برضك عليه السيل كوت ايه بقى الفانكشن بتاعته اللي بتتعلق بالسيل كوت ذات نفسه ان احنا عندنا سيل ميمبرين وهذه السيل ممكن ده يؤدي الى التعرف على الخلال الاخرى اه بكمان بيعمل بيعمل يعني بيلتحم الخليتين مع بعض وده اللي خلال يعمل كوميونيكيشن انت رسل لها كوميونيكيشن يعمل تواصل لما يلزل الخليتين معها سيلتوزز لما يجيب خليتين جامع بعض ده يؤدي الى انت رسل لها كوميونيكيشن وكمان ممكن تستخدم السيل ميمبرين ده كمرشح طبعا لوه بيطلع اللي هي يعني مرشح زي انه بيطلع الحاجات الضرة خارج خارج عن طريقه يعني احنا مسلا لو فتحنا السيل ميمبرين هتلاقي ان هو بيعمل كمرشح ان هو بيطلع الحاجات الضرة لا يا شباب يعني بيطلع الحاجات الضرة خارج الخلية وبيدخل برضك ايونات زي ما قلنا اللي هي برضك يعني زي ما تشايف هو مرشح في الفعل عمل زي الفلتر بالذات بيدخل ويخرج ايونات ويدخل ايونات وما الى ذلك يعني وكمان ممكن استنوك ودي حاجة معروفة ان السيل كوت هو طبعا ها كمان بيقول لك ايه ان هو بارتسيبتاشن يعني بيشارك فيه يعني كمان السيل كوت ده بيكمان بيشارك في عملية اا بيكون يعني بيشارك في عملية تكوين اا بعض التركيبات زي ايه زي ايه زي البيزة اللامنة او في الابيسيليم البيزة اللي هي اللامنة اللي هي يعني ده الابيسيليم اللي هو انت خط الابيسيليم يا جماعة ده الابيسيليم هو بيسعب في تكوين البيزة اللامنة اللي هي البيزة اللي تحت اللامنة او في الابيسيليم وكمان المايلينشيز وفي النيورو لما نيورو يعني عصاب ولما يعني يعني برضك لما يعني غشاء اا المايلينشيز هتعرف ان بعد كده انا هتعرف ان النيرف جواه كده بيحوطوا مايلينشيز ده بيشارك السيلكوب بيشارك في تكوينها ايها اه اه اتوقع كا احنا خلصنا الفونكشن اه خلصنا الفونكشن خش بقى على الاندوبلازمت ريتيكلم الشبكة الاندوبلازمية هنتعرف فيها ان شاء الله على الديفنيشن والراف اندوبلازمت ريتيكلم والاسموز اندوبلازمت ريتيكلم بسبب لما نرجع للاندوبلازمت هنرجع على طول على ومراجع سريع كده على هوان السلمنبرين وان الاسم هنيجي بسرعة 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 كده اه 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 كلمة وبيب znaczyلمات وبيعافظ الشكل اه 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 كطره في الطبيعي بيكون اه اسبعة وامكلمة اه 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 او اه دمنيشنط اه اه قدره في الطبيعي بيكون اه سبعة ونص الى عشرة نانو متر في السيكنيز والتو الكترون بيتا دينس بشوفه من هما اتنين ونص في الدايميتر في حين الوان الكترون بتكون اتنين ونص التلاتة نانو متر. وخلاص عرفنا اه ان احنا بنعمله فكسيشن بي الاوزميام تيتروكسايد. وعرفنا ان اللايت ليير بيكون نان بورر ليبت اه وفي حين ان العكس بيكون في الدينس بيكون بولر وليبت وبيحصل كمان وعشان بيحصل كمان في اوزميام في الهايدروفليك جروبس. كنو كان على الفنكشن بتاعته اه المايكرو ترانسفر والبريميابليتي والمايكرو ترانسفر البالك ترانسفورت. وده الفنكشن بتاعت السيل كوت وعرفنا الفنكشن بتاعته وكمان البرسيبتيشن في اوزميشن في اوزر استراكشور. اه هنخش بقى على الاندوبلازم ترتيكري. الشبكة الاندوبلازمية شباب لها تعريف مهم جدا وتعريف مهم مهم بشكل كبير يعني لان تعريف في الاندوبلازم ترتيكريم تعريف مميز وهو بيقول. خلي بقى اكنا على الممبرينس ارجانويد فاذا لما يقول لك what is the largest ممبرينس ممبرينس. انا بكرر عكمة ممبرينس. تمام? ممبرينس ارجان. هتقول على طول ان الاندوبلازمية ترتيكريم على طول. ليه? والليه هي اكبر عضو موجود في اه في الممبرينس ارجانويد لان هي موجودة ده بتمتد يعني تمتد من بتوين والسلم ممبرينس. الشباب اللي هو الغشاء المحوط بالنواية. يعني احنا مسلا دي السلم ممبرينة اهو. عندنا دي الاندوبلازمية متقمة هاي. الاندوبلازمية راتيكو لا ما تمشي كتا. شايف تمتد من من اول اللي هو الغشاء المحوط حلوية النواية لحد عشان كده هو الارجست ممبرينس سيستم اوف زا سيل. هتركز معي في الصورة ده قبل ما ننتقل على طول للمقارنة بين الراف اندوبلازمية راتيكولم والاسموز اندوبلازمية راتيكولم هنبص على اه الشكل ده. هنقسمه ده هنقسمه الصين. لما انتقال له قدامك دي اللي فيها النقط دي علي حبيبات دي احبارة عن اه رايبوزوم. ده الاندوبلازمية كامل يعني دي كلها الاندوبلازمية راتيكولم بس إحنا الاندوبلازمية راتيكولم عموما أصنعها اتنم الى الارف اندوبلازمية راتيكولم واسموز اندوبيازمية التي هي النقط دي يا جبه قامل هنا. اهي اللي سواء واحدة geh meslin اهي تمام ادي الريبوزوم بيقول لك ان دي الريبوزوم والسموز اندوبلازمترتيكلم اسموز يعني ملساء يعني معلاش اي حاجة معلاش رايبوزوم عشان كده سميناها اسموز اندوبلازمترتيكلم تمام عشان تبقى عارض بس اهم حاجة اه الفرق بين الراف اندوبلازمترتيكلم والسموز اندوبلازمترتيكلم هم هتشابه في كل حاجة بس الفرق ان الراف هيبقى عليها رايبوزوم فهيني ان السموز اندوبلازمترتيكلم لا يكونوا عليها أي شيء. ننتقل بقى المقارنة ونعرف بقية المعلومات. الرف اندوبلاسي مترتيكولم ودل اسموز اندوبلاسي مترتيكولم. ننتعرف الأول حاجة على الرف اندوبلاسي مترتيكولم. يقول لك يعني بتيجي منين؟ يتخرج من النيوكلار ميمبرين. انترنال. تمام؟ شامل قلت لك في تعريف الاندوبلاسي مترتيكولم انها بتمتد انها لانها بتيجي من النيوكلار ميمبرين. تمام؟ ولان انا قلت لك ان على الرف اندوبلاسي مترتيكولم رايبوزوم تمام؟ فهي هكون جنب النيوكلار بالزبط. تمام؟ فهي بتخرج من النيوكلار من جنب من بتخرج من عفوة من الغشاء المحب بالنيوكلار تمام؟ بيقولك ايه ايه اه 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 سنبسحوش العلم. بنشوف هزاي بتكون عبارة عن يعني بتكون انها كمان يعني مهمة هي بروتين. الريبوزون ده مهمة في صناعة البروتين. اه بنصنع عليه البروتين عشان الاستخدامات الداخلية زي ان احنا الفايبر بلاست نكون الفايبر آآ اللي هي الجلام آآ زي البيتا سيلو في البانكرياس. تمام? آآ لحظة واحدة بعد ازنكم. هي انا اسف على المقاطعة دا كاترة نكمل كلامنا. آآ كلمنا على قولنا انها بتخرج من نيوكلر ميمبرين. آآ وانسيت اقول لكم انها يعني داخلية تمام? يعني عشان بتكون داخلية في الوسط لان نيوكلس في النص. تمام? فهتلاقيها انها جوه في الداخل تمام? بيقول لك آآ هتصدم في السنسيز للبروتين لان عليها فهتطبعا تصدم في تصنيعك بروتين. آآ ليه بقى? عشان اللي هي الاستخدامات الداخلية زي تكوين الفايبر الالياف. وكمان عشان نخرج في زي البيتا سيلو في البانكرياس. ايضطر شكله ايه باللايت ماكروسكوب باللايت ماكروسكوب عشان احنا زي مواة البسمة اللي وردك ان الراف لو عليها رايبوزوم فهتكون بيزوفيلت. لان الريبوزومات اللي علىها رايبوزوم فهتخليها بيزوفيلت بخشوفها ازرق. تمام? طيب بالاكروسكوب شفناها ازاي? بشوفها زي بشوفها زي يما يما كريستن. يعني ايه كريست يا شباب? الكريستن اللي هي دي. يعني مسلا ده زيه? تمام? ودي الكريستن. اللي هي الامتداد ده. بتلاقي حاجة كده عاملة زي آآ امباعات كده يعني فهم? هو ده الكريستي بزي. فباللايت ميكروسكوب بشوفها بيزوفيلك. وفي السيتو بلازم. بس بشوفها 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 اما او نايبابات. اما زي اما حصيلات اما كريستي. آآ وبشوف كمان بالايركتوم ميكروسكوب بيمسك فيه السيتو بلازمك سيرفز بتاعها. ده بالنسبة للرف طب بالنسبة بقى هي بتخرج من من الرف بس ايه بقى معلهاش خالص زي ما شفنا وراء. بتكون جنب واهم كلمة انها طرفية. تمام? زي ما قلت لك وراء. آآ حتى لو رجعنا للصور اللي وراء معاش تكاتر بس هنرجع وراء. حاجة بسيطة. اهو. لما اسامنا الصورة كده. او قلت لك ان يدي رف بتاعها ودي تمام? لما عملنا كده آآ لما قسمنا الصورة يعني. بيبين لك آآ الشكل اهو ان بتيجي من الرف اهي ادي بتيجي من الرف بس بقى بدون رايبوزوم. مفيش رايبوزوم. تمام? نرجع تها المقرنة بتاعتنا. آآ ليه بنشوفها بقى يعني هي آآ بتتطور فين او هي بتتكون فين? فيها بتتكون في الادرينال كورتكس. عند الانتستاينال سيل او في التستس آآ او في التستس كمان وفي الليبر سيل. يبقى احنا شفنا الراف اندبلازم بيتيجو بتصنع البروتين عشان تكون الفايبرو بلاست. اما احنا هنا عشان آآ تضنع آآ بتكون متطورة فيه الادرينال كورتكس انتستاينال سيل او 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 زا التستس والليبر سيل. اللح صحة دكاترة. بنكمل كلامنا دكاترة انا اسف على المقاطعة. بنكمل وبنقول ان بتصدم في ايه? في الادرينال كورتكس عند الانتستاينال سيل. في الادرينال كورتكس او في التستس عند الليبر سيل. هنجع بس الراف اندبلازم اا اول بس على الحاجة انها بتصدم في زي ما قلنا تصنيع البروتين بس في الاصطنامات الداخلية. زي عملية اسمها تصنيع الياف. او ان انا اه ان انا اطلع آآ بس دي بيكون بروتين لان انا كده كده اصلا بستخدم سنسيز البروتين. فازا انا هطلع بيكون آآ بروتين بردك بصدر اهي تمام? بصدر بروتينات آآ في جوة الخلية زي البيتا سيل او في البنك رياس. تمام? آآ هنجي بقى هنا عند بتاعة بشوفها طبعا عشان ما عيش هنا كنت بشوفها في الراف بشوفها بيزو. اما هنا عشان ما عنديش رايبوزوم لغيت طبعا الرايبوزوم. فهكون اسيدوفيلي. تمام? وبردك بشوفها نفس الكلام. نفس الكلام بس هنا نفس الكلام بس هنا في آآ آآ اما هنا كان في ايه? بتاعها متصل بالرايبوزوم. ده شكله بالالكترون ماكروسكوب. زي ما احنا شايفينه ده كترة. آآ وده آآ صورة تانية بالالكترون ماكروسكوب. نجيبها عن بتاعة طبعا زي مولنا ان الراف عليها رايبوزوم فيها بتصدنا في البروتين سنسيز اكيد. بروتين اند انزايم سنسيز. وفي الرايبوزوم. تمام? بس آآ نخلي بقى النام عند ده وبردك بولك انها تمام? هنيجي بقى عند تمام? هي بتصدنا فيها الليبت سنسيز. والليفر ديتوكسفكيشن. وماس هيرمون. عرفん لما تفكر كده كلمة آآ الاسترويد ده. آآ الاسترويد هيرمون آآ اللي هي والكورتزون وكده يعني فهو بسطلع في صناعة لبيت سنسيز زي في THEC horas. تعرف? دي اللي هي آآ اللي هي لقشرات الغدة الذراقية. او اللي هي فوق الكلوية. تمام? دي بيطلع استرويدات آآ كورتزون وادرينال آآ يعني اللي انا عايز اقوله ان دي عبارة عن آآ هي كشرة الغضة القضرية. تمام? دي كانت عبارة عن استرويد. بتطلع استرويد هيرمون. كانت بتكون من كشرة ونخيع. الكشرة كانت بتكون كورتزون. تمام? والنخيع ده كان بيكون الادراني والنور الادراني مش مهم مش مهم. ومن هو كان ان آآ ان السموز اندبلازمت وثيكلا. استعم في في الادرينال كورتكس. وكان استعم في عملية يعني بيزيل السموم. آآ الميتابوليك آآ اللي هي يعني بيكسر اللي هي المخلفات آآ مخلفات انتاج الخلايا يعني آآ آآ برضك الادوية عند الكحول. يعني المهم ان ده هو المركز اللي بتخصم السموم. تمام? فهو بيعمل بيزيل كل السموم بتاعة الادوية او الكحول وما الى ذلك. وكمان مهمة في عملية الكالسيوم ده مهمة في عملية بتاعة العضلة. في ازا ان بيكون مهمة في عملية تخزين الكالسيوم ايوم. وكان بيكون آآ من خصائصها انها بتعم في البرايتل سلي. البرايتل سلي دي آآ الخلايا اللي بتطلع في الجاستريك. تمام? فاذا هو مهمة في عملية انتاج في البرايتل سيل وكمان في عملية كي احنا خلصنا هنتخش آآ عفوا هنيجي على او جهاز آآ او الجلجة. طبعا ده شكل الجلجة عبارة عن آآ تانيات كده. هنعرف ان شاء الله عنه وموقعه وشكله باللايت ماكروسكوب وبالاكتون ماكروسكوب والفانكشن. ونجح عن الجلجة وقلنا ان احنا تعرف على الديفنيشن والسايت وباللايت ماكروسكوب والاكتون ماكروسكوب والفانكشن بتاعتي. الجلجة يا جماعة في غاية 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 الاهمية. الجلجة او الجلجة كومبليكس. بتاعه مهم. بيقول لك طبيعي احنا بنتكلم عن ميمبراس اورجانايت في اذا ده كلام عادي. موجود بجانب كل آآ بجانب الجانب كل خلايا موجود في الخلايا كلها. مختلف في الحج والشكل. آآ ماشي ده بتاع الجلجة. هنجيب على بتاعه. بيقول لك بيعتمد على طبعا الجلجة بيعتمد على يعني بيعتمد على الخلايا دي ناشطة ولا مش ناشطة على حسب اللي في الخلايا دي. ساعتنا هنعرف موقع ايه الجلجة بيعتمد على مهمة جدا. بيقول لك ايه اتس بريزينت ات وان سايد او زا نيوكلس. ياما بيزل ياما ايه بيكال. يعني ايه دكتور الكلام ده. يعني ناس احنا عندنا آآ الخلايا اهي. دي نيوكلس بتاعتها. هتلاقي الجلجة فين يا ريس. هتلاقيه. ياما هتلاقي بيزل تحت. هتلاقي هنا يا الجلجة هو. هتلاقي الجلجة هنا. ياما هتلاقي فوق. بقى بيز تحت. بيزل تحت. واي بيكال يعني فوق. اما بالنسبة اللي احنا يا دكتور بيقول لك هنا بقى ايه? ده بالنسبة لان هو مش موجود ناحية هنا هو بس ياما هيكون بيزل في الجلان دراسل. ياما في الخلال العصبية في. ايه مسلا دي عند دي نيوكلس بس لها هي. هتلاقي الجلجة محوطة كده. تمام? هو ده قصده بتاعه يبقى احنا كده اكلمنا على بتاع الجلجة والنوع قلنا ان هو لحظة واحدة. متأسف. موجود نيرلي آآ وان هو باعتمد موقعه على حسب يما بيكون بيزة لو اي بيكال في الجلان دراسل يما سرعه بتاعه هنيجي بقى ونشوف شكله باللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب. بلايت مايكروسكوب بالليفينج سيل والفيكسدة سيل وتأسف. في آآ آآ يعني متعرف عليه بالفيس كونتراسة آآ آآ stunts. ميتأسف. ها بنرجعتان بان هو اللايت مايكروسكو ميتعرف عليه بالفيس كونتراس مايكروسكوب او آآ آآ ده بالنسبة اما بالنسبة بعد صبغة مهم جدا الصبغة نبقى عارفينها بيكون آآ وبيديني حاجة اسمها يعني يا دكتور الكلام ده يعني احنا جلنا نشوف الجلج ده شفناه يما لو عايز تشوف خلايا حقيقة بنصبوخه بحاجتين يما آآ بنتعرف عليه بحاجتين يما بالفيس كونتر مايكروسكوب او افطر فيتر ستين تماما ده في وطوق عنده خطوة كمام في الشابتر بتاع آآ آآ سوارة تمام بيقول لك اما في بقى يما بتعرف عليه عن طريق صبغة السيلفر ستينينج او بشوفه ازاي آآ يعني بشوفه كده زي شبكة اقول شبك يا شباب بشوفه كده هي ما بشوفه يعني ده بشكل كده كده تحت الميكروسكوب كده تمام دي في الحال دي اسمه مهمة جدا الكلمة دي في الحال دي بشوفه بشوفه تبا انت هنا تسألني يا دكتور طباحنا ليش يا يعني دهانا بالفيس كونتر آآ شفناه بالفيس كونترست آآ مايكروسكوب والفايتال ستين وزمك اسد فكسيشن وسيلفر ستينج ما تديره على طول ايه على طول هقول لك في ان الهيميتوكسلين الجولج ما بيزهرش بيديك يعني مش بيزهر يا شباب يعني ما فيه الصورة تمام يعني بيقول لك اهو في الهيميتوكسلين بيكون يعني بيكون باهت هنشوف مع بعض الصورة دلوقتي اهو ده يا شباب لو احنا بصنا الصورة دي دي هتلاقيها اهو ده مش ده مش ده مش يا شباب تمام اما في الصورة التانية بص اهو هاي وانت شايف كده انت كده انت بتشوفه يعني خفيف جدا تمام فده شكله عما حكيتي بعرف انه بيعرف عليه ماكروسكوب او بعد او بالفكسة سيل بالسيلفر ستينيج او الوزمك اسد فيكسيشن بيديني او بالليه او بيديني ازا انا ما ينفعش ادهن آآ ما ينفعش اصبخ عفوا الجولجي بالهيميتوكسلين زي ما شايفين بوزد في جول جيمج هي بالسيلفر ستين او او تمام انا بالليهيميتوكسلين بيديني نيجاتيف جول جيمج دلوقتي هنتعرف عليه بالالكترون ماكروسكوب بالالكترون ماكروسكوب بنشوف الجولجي بلي تلاتة كومبارتمنت مهمين جدا. اول نوع معنا لحزة واحدة. انا كامل يا داكاترة انا بس حبيت بس افهمكم حاجة بما نخش على الجولجي بالالكترون ماكروسكوب قولنا انه هو بتكون لتلاتة كومبارتمنت الرسم دي ان شاء الله هتوضح آآ ليكم التلاتة كومبارتمنت بتوع الجولجي بالالكترون ماكروسكوب دي عندنا دي آآ دي تمام دي تمام آآ آآ بتطلع دي بتطلع آآ آآ مايكرو 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 دي بتروح لي حاجة اسمها ايه دي هي دي الشكل اللي قدامك ده. تمام? فذه الفلاتب. نجيب له قناة around. فازا احنا نطلع مايكرو إذا مايكرو يعني حاجات صغيرة جدا صغيرة Assass آآ مايكرو فاكيولز بتروح لي آآ تمام? الفلات دي آآ بتطلع دي اللي هي عكس تمام? تمام? طب ايه اللي بيحصل? احنا قلنا ان بتطلع تمام? بتروح على هذه المنطقة دي اللي اسمها دي عبارة عن آآ دي عبارة عن آآ يعني زي ما انت شايف كده دي عبارة عن آآ عبارة عن آآ كريستين عارف الكريستين اللي هيا كانت عاملة كده. تمام? كانت عاملة تابرين كيولت لك ان الكريستين بتبقى تابرين كده تحسن كده عاملة كده يعني تمام? فهنا هم نتكلم على آآ نعم نشوف حاجة حاجة مطولة اهي كريستين بنشوف ان بتروح في اتجاهها في اللي بيحصل ان دي اللي بتخرج من آآ بتطلع مكوناتها عن طريق آآ بتعمل بتطلع مكوناتها في تمام? فاللي بس في دي انها بيحصل آآ بيحمل دي فبتخليها تخرج اللي هي الحاجات اللي قدامك دي. تمام? فايز احنا زي ما قلنا يعني واحدة واحدة ان بتطلع مكرو فيسكلز. المكرو فيسكلز بتروح لفلاتين فيسكلز. فالماكرو فيسكلز دي بيحصل لها عن طريق من عشان تروح لي آآ الجولجي. بحكرة لما بتصل لي بيعمل المكنوب بتاعتها بتعمل عشان تكون لي. تمام? بس عندنا كومنت بسيط ان الفلاتين تفاكيولز دي عندها. عايزين نقرب بس كده. مش عارف ايه ده. اه عندنا هنا عندنا هنا في المنطقة دي. اللي هبقى العبارة بالاحمر دي. دي منطقة اسمها. نعصي واحدة. دي منطقة اسمها او دي اسمها منطقة السيس فيس او تمام? اما المنطقة اللي هنا دي. دي اسمها او اذا تخرج من بتروح على اني فيس او بتاع الفلات فبتعمل المكنوب بتاعتها عشان تروح في الاخر تمام? كده احنا اطوقنا في عامتك اه حاولت اشرح لك يعني اه الاندريبلازمت اه الجولجي. اه الجولجي بيكون زي تحت الاكتروم مايكروسكوب اللي حيما نشوفه في تلات اه تلات اه تلاتة كومبارتمينت المايكروفاكيولز اللي تخرج من الراف اندريبلازمت الرقم عن طريق البودنج وبتروح ليه او بتاع الفلاتين دي فاكيوز وبتعمل الكونتينت بتاعها. بعد كده بتطلع مايكروفاكيولز من او الماتيور فيس. والمايكروفاكيولز هي في الاخر بتروح بقى ايه? لالسايتو سول بتاع الخلية. تمام? نرجع تاني للمحاضرة بتاعتنا وبيقول لك اهو نرجع تاني للجولجيو اللي بيتكلم عنه بالالكترومايكروسكوب بنشوفه بيتكون من تلات اول نوع هو اللي اتكلمنا عنها. الساكيوز. الساكيوز ليه الكيز ساكي يعني كيز يا شباب. تمام? بيقول لك بتكون تلاتة لاتناشر اه في العدد بتاعها من اه من تلاتة لاتناشر. بتكون يعني بتكون اه قدام بعضها كده زي ما شفنا يا شباب في الرسمة اللي ورا لما كانت عاملها كده. يعني مطولة. يعني مع لهاش رايبوزوم. طبعا يعني اكيد مش هي مش ليار واحد لا ده بتكون ليار والتنين. اه من كريست كريمنا عن كريست وخلاص وبتكون اللي هي العصيان او اللي هي العصيان. تمام? زي ما اكلمنا اللي هو اللي هو كان اللي عامل كده شباب. ده بيتجه للبيز وده بيكون وبيكون اسمه او وشفنا اللي هو يكون اللي قدام وده بيكون وبيكون ماتيور او ترانسفيس. تمام? هنيجي على النوع التاني واللي هو ايه? الماكرو فيزيكلز. الماكرو فيزيكلز او ترانسفيرز فيزيكلز. ليه ترانسفيرز? لان احنا اتكلمنا عنها يا داكاترة وقلنا انها بتيجي من الراف اندو بلازمي تريتيكلم الماكرو فيزيكلز دي بتنتقل الى اه بتنتقل اه عن طريق البادينج. وكمان بتعمل ايه? بتعمل بتاعها. عشان في الاخر تكون او هنشوف تحت اوه مكتوب عنها ايه? مكتوب انها معلاش طبعا اه طبعا لما معلاش رايبوزوم. وصغيرة. اه تمام? بتخرج منها اهو البادينج يعني التبرع من الراف اندو بلازمي تريتيكلم. باكابة هاجل للسيتو بلازم عشان تلتحم معها. لا حسنا بس نشيل الان. اهو عشان تلتحم معها وفي الجولجي. عشان في المنطقة دي بالذات اللي هو كان السيس فيس او بتعمل بتاعتها وبتعمل بتعمل اه يعني بحصل اه انتفاخ او تضخم في الاكياس بتاعت الجونج. اما دي برا عم برضك بس بتكون وبردك بتكيج من اللي هي الطرفية كانت هنا يا شايف فاكر لما كنا رسمين كده ده الاماتيور. اللي هو السيس فيس اما ده كان فهو بيخي بيجي من هنا. من بتحتوي على بتحتوي على بتحتوي على بتاعت اللي هي بتاعتها اللي بتيجي من وبالله بعدها انها بتهاجر لآآ بتهاجر بعكاها بتلتحم مع السلم وعكاها برضك يعني بتطلع المحتوى بتاعتها عن طريق آآ اوتسايد في السيكراتري جانيولز. وعكاها بتفضل في السيطوب لازم زي على شكل المهم يا شباب ان الماكروفيسكيلز نحظة ان ااسف ااسف. ان الماكروفيسكيلز بعد ما هي المايكروفيسكيلز بعد ما بتضي الفلاتيند فاكيوز وبتطلع المحتوى بتاعتها هي عبارة عن آآ فاكيوز فيها بتستقبل. بيتيجي عن طريق التبرع من بتاعت الساكيولز في آآ وان بول. تمام? وبتهاجر وبتلتحم مع السلم وبعد كاها بتطلع المحتوى بتاعتها في السيطوب لازم وبتبقى في زي على شكل لايسوسون. كي احنا خلصنا بالآآ 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 هنقدر راتي على الفانكشن اوف. الغولجي آآ آآ تمام? طبعا زي مونا ان بيستعم كآآ فهو هيطلع بروتينات تمام? فهو هيعمل لها بروسسنج هيركزها متأسف فهو هيعمل لها بروسسنج آآ آآ كونستراكشن يعني هيعدلها اول حاجة هيطلع ويجهزها ويركز هذه البورتينات كمان هيحاول كونفيرت ذا الى انسولين تمام? البرو يعني قبل يعني هو هيحاول البرو انسولين يعني الانسولين هيكون مش نشط هيحول الى انسولين نشط تمام? آآ بيضافها الى بيقولك كمان ان الجولجي بيستعم في اضافة الكاربوهيدرات رياكشن بروتين عشان يكون الجلايكو بروتين. كنا احنا خلصنا الجولجي آآ بريتس هنصل الان الى اللايسوسوم او الانزيمات آآ او الانزيمات المحللة. هنتعرف عليها ان شاء الله في آآ وموقعها وشكلها باللايت ميكروسكوب وبالاليكتر ميكروسكوب وانواحها والفونكشن بتاعتها. فهنكمل. وهنيجي على اللايسوسوم ده. اللايسوسوم دي انزيمات محللة. اللايسوسوم يا جماعة دي هي عبارة عن اي حاجة ضر بتخش الجسم اللايسوسوم بتخش تخلص عليها. يعني زي ما تقوله كده ان اللايسوسوم ده الجيش او اه بتاع السيل تمام? بيقول لك هي تعريف بتاع اللايسوسوم. اللايسوسوم يعني هواي صالة اهي. مهمة جدا جدا جدا. طرف ان اللايسوسوم تحتوي على هايدروليتك انزيمات المحللة. اه خمسة يعني بيكون اسيديك. فهنا عارفين ان البي اتش بيكون نورمال سبعة. اه لو اكبر من سعب يكون الكلين. ولو اقل من سعب يكون اسيديك. فلايسوسوم بيكون اه اكتف عند خمسة بي اتش. بيكون اسيديك. زي اللايبيز نيوكليز اه يعني ايه او ما تشوف مقتع ايز في الاخر كده. اعرف ان ده البروتين اللي هيكسر. يعني اه يعني لما اشوف مثلا اه يا بيز COVID يبقى ده اللايبيز ده اللي هيكسر الليبت. hideュ,ices ده الانزيم اللي هيكسر البروتين. فمقتع ايز معناها انزيم اللي هيكسر اللي قبله. يعني مثلا ده هيكسر البروتين bullying. liebèز هيكسر الليبت. تمام? اه عندنا اكتر من اربعين نوع من اه آآ بيكون كمان آآ وفي الحجم وفي الشيب يعني عندنا اكتر من اربعين نوع ليها مختلفين في العدد وفي الحج وفي الشكل. تفين مكان اللايسوسوم هتكون موجودة موجودة في كل خلاق في آآ 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 سيستم. ايبه هكذا آآ آآ نعرف بتاع اللايسوسوم ها برغم ميمبريناس خلوك انها ميمبريناس احنا متكلم في الميمبريناس أرجانيت فهيكون ميمبريناس تمام بتحتوى على هايدروليتك انزاين بتكون عند آآ بيتش خمسة زي وكمان بتكون الانواع بتاعتها وبتكون موجودة في الريتكليو اي بيسيليل سيستم هنيجي على شكلها باللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب باللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب بنشوف ازاي اللايش تصمم باللايت مايكروسكوب بيقولك ان احنا بنتعرف عليها ايدينتيفاي باي سبيشيال ترجع لدرس في المايكرو تكنيس وهتعرف ايه هي تمام ده اللايش تصمم بتعرف عليها باللايت مايكروسكوب عن طريق بالنسبة لليكترون مايكروسكوب بالليكترون مايكروسكوب احنا نشوفها وخاصة احنا نعرف نعني ايه كلمة يعني هي عبارة محوطة بنعيد ونأكد على ان تمام وزق يعني ايه يعني هي زي بالزبط آآ فاكر احنا اتكلمنا على قولنا ان هو عبارة عن اتنين اتنين في بيكون من سبعة ونص العشرة وقولنا ان هو طالما معناقة اهو نفس الكلام هنا من الكلام على اللايش تصوم ان هو كمان يعني هو كمان ده اوجه شابها بينما بين بيقولك ان اللايش تصوم اكتر آآ آآ يعني دي الحاجة اللايش تصوم هتاكولها تمام؟ عندنا حاجة اسمها هتيروفاكوسوم وجوتوفاكوسوم يعني ايه هتيروفاكوسوم؟ يعني احنا مسلا عندنا آآ جسم غريب جي من برا تمام؟ جسم غريب جي من برا دخل الخلية مثلا ده جسم غريب ودي الخلية الجسم الغريب ده دخل جوه بقى جوه فهو عبارة عن كنت آآ فبيجي بتيجي اللايش تحوط على ده الجسم الغريب وتبدأ تاكله وخلاص كده هي خلصت عليه فده اسمه هتيروفاكوسوم لان هو جي من اكسوجيناس سابستريتز احنا قولنا ان السابستريت ده الحاجة اللي هتاكول اللايش تصوم فهو بيقولك اكسوجيناس سابستريتز يعني دي حاجة جاية من برا دخلة الخلية انتيرينج اندوسسيل باي الفاكوسيتوسيس او وبعد كده بتيجي اللايش تخلص عليها يبقى تمام يبقى عايزين نفهم ان هو عبارة عن سابستريت بس جاي من اكسوجيناس من برا تمام دخل عن طريق الفاكوسيتوس او طب امتى بقى يعني ايه يعني اوتوفاكوسوم يعني مسلا عندنا دي السن وعندنا مسلا ميتو كوندريا عندنا هنا ميتو كوندريا لحظة واحدة اه عوزة يا جماعة على الصوت فهنرجح تاني الموضوع هنا اه الاوتوفاكوسوم زي ما قولنا نرح عندنا هنا اه دي الخلية وعندنا ميتو كوندريا فلاقي ميتو كوندريا دي مسلا خلاص اه ادمت وخلاص ماتت طبعا يا جماعة ما فيش حاجة في الخليق اه في كسم الانسان مخلوقة نفعش تبقى مش شغال لا كل حاجة مخلوقة لازمة تبقى شغالة وبتقوم بوظيفتها فحنا بس عندنا ميتو كوندريا خلاص اه انتهت ما بدتش قادرة تقوم بوظيفتها فخليها فماتت فبتيجي اللايسوسوم اه تحوط عليها خلاص بتاكلها فده ببقى اسمه ليه لان ده دي حاجة جوة الخلية ما دخلتش ولا دي حاجة لايسوسوم لقيتها جوة الخلية مش طبيعية مش شغالة خاص بيتش قادرتهم بوظيفتها اما راحت كاليتها خلصت عليها دي يعني دي بتيجي من اللي هي الميتو كوندريا وما الى ذلك تمام? يما احنا كده تعرفنا على اللايسوسوم باللايت ماكروسكوب بنشوفها انهي بان طبعا ده شكل اللايسي اه اه ليسوسوم باللايت ماكروسكوب والليكريم والاندي منه اه عندي تلات انواع ايه هدير وليسوسوم وقولي وليسوسوم ومالتي وعندي نوع اخر اه اسمه بوست ليسوسوم او الريزالبا. هتطرف عليهم كلهم دلوقتي حالا. نفهم مع بعض ان شاء الله. اه البريل ليسوسوم دي بتحتوى بس اه البريل ليسوسوم يعني ده ليسوسوم لسه ما عملش اي حاجة يعني ده ليسوسوم بس محتوى على الحاجة اللي هتتاكل تمام? هنجي على البريمار ليسوسوم. البريمار ليسوسوم اللي هو اول ليسوسوم خلاص مش معاه بس غيء الهايدروليتك انزيم اللي الاي انزيمات المحللات بتاعته بس. طبعا نبال والسفيريكل وبردك الهوميجينس از ما احنا عارفين بس هذه ما حاجة انا بعرفة ان مع بس الهايدروليتك انزيم. السكندري ليسوسوم ده بيكون large in size. يعني اي سكندري يعني احنا قلنا البرامري ليسوسوم ده عبارة عن ليسوسوم عنده بس الهايدروليتك انزيم بتاعته. تمام? بس ان ذلك عبارة عن اي بقى ان دخل ده يعني ده عبارة عن جندي ماسك سلاح ما قتلش حد. تمام? لكن عبارة عن جندي وخلاص هو بقى ممارس بقى قتل وخلاص هو مسك في حاجة. اما حاجة يتيره عشان كده بقى اسمه تمام? بيقول لك ان التحم مع يا اما هتيرو فاجوسوم يا اما فبقى اسمه وده تمام? ممكن يكون يبقى ممكن يكون هتيرو لايسوسوم. لما قولك هتعرف ان هو عبارة عن مع السبستريت. طب احنا دلوقتي هو خلاص احنا عبارة عن مع السبستريت. لما قولك ان عنها حاجة اساسية هتيرو يبقى هتيرو فاجوسوم. بيقول لك اوتوليسوسوم اوتوليسوسوم عبارة عن البرايمر حاجة اساسية. واحنا كنا من اوتو يبقى هتبقى اوتو فاجوسوم. تمام? المالتي اه دي عبارة عن التحام مع سايتو اه سايتوتيك فاكيوز. تمام? دي حالة لوحدها انه بيقول لك دي عبارة عن التحام مع سايتوتيك فاكيوز. نيجب على حاجة اسمها البوست ليسوسوم او تمام يعني ايه البوست ليسوسوم او يعني بيقولك يعني كما احنا راودين هنا ودخل لبت مسلا للخلي ده يعني ده ما تتطرش انك انت تحلله كاملا تمام فتيجي ليسوسوم عشان تيجي على الحاجة الرزقة اللي هو الجسم الغريب ده. اللي هو مسلا هيجي هيجي طبعا من برة. فهيبقى. هتيروفاجوسوم. فهتيجي الخلاية اللايسوسوم تيجي تاكل فيه. او تحاول انها اتموت وما تقدرش. فهي ساعتها بقى ان الخلاية اللايسوسوم بتاقلم وضعها لهذا الوضع. انها بتكون اللي هي اللي بيت ذات نفسها اللي ما تحللش. ان اللي بيت ده فما بيتهضمش ما بيتحللش كاملا. فبيفضل موجود جوة اللايسوسوم كالكترون دينس بيجامانت جرانيوز. عشان كده اسمها بوس لايسوسوم. او كده تعرفنا على الطائب اوف لايسوسوم. قلنا البريل لايسوسوم. دي بتحتوى بس على السابستيريت. البرايمال ليسوسوم دي عنده بس انزايم. الساكندر ليسوسوم عبارة عن اه اتحاد اه هي اف فيوجين او برايمال ليسوسوم مع السابستيريت. ممكن يكون هتيرو leiسوسوم. وده عبارة عن اتحاد البيتيميري مع الهيتيرو. اما اوتولايسوسوم هي اما البرائمري مع الاوتو. مالتي فاسكولار بادي عبارة عن البرائمري مع البوست ليسوسوم. وهي آآ بتكون اللي هي اللي هي الليبت. وده اللي بيكون اللايسوسوم ما قدرش يعمل آآ انه يحلل تماماً الباضي الجسم الغريب. وده اللي بنقول عليه ان اللايسوسوم انهزم. ما قدرش ان هو يعمل للليبت. فكوون واللي هي بتكون الليبت. نجي على اخر حاجة. طبعا زي ما قلنا اللايسوسوم بالشرح هو اللي احنا اتكلمنا عنه فاكيد هي بتصدم في آآ في ميكانيزم. فيها بتصدم في البكتيريا والفيروس وما الاخرية من المايكروورجانزم. وكمان بتعمل يعني ايه يعني مسلا ان احنا عندنا آآ عظمة زي الفيمر اللي عظمة الفاخت. فنرفض ان دي فيمر. تمام? وحصل فيها كسر. انكسرت يعني. فبعد مسلا احنا نقول مسلا الكسر ده عايز مية خليق مية بونسل. عشان ايه? عشان يتكون والعظمة الفيمر ترجع سليمة. فيحصل العكس فتتكون مية وعشرين مسلا. فبيتكون هنا بيحصل ايه? زيادة في عدد خلال البون. فبيحصل زيادة في عدد الخلايا فالبون بتبقى شكلها غريب. فبتيجي اللايسوسوم وهي بتبقى مسؤولة عن ريمولدنج وفي تيشو. فبتيجي تاكويل الخمسين دي وتخليهم مية بس. فبتخلي شكل الفيمر خلاص الطبيعي اللي احنا عارفينه. اللي هو كده تمام? فدي بقى آآ هو اصده هنا بريمولدنج وفي تيشو يعني ايه تعديل تيشو الخلايا زي الكارترج او الليون. وطبعا لو بسمى في احنا خلصنا ايه اللايسوسوم. خلاص يا شباب ربنا نتخلص. هنخش على او هتعرف فيها ان شاء الله على اه الديفنيشا اه الديفنيشا والسايت واللايت مايكروسكوب وباليكتوم مايكروسكوب والفنكشن. فهنكلم على البريكز زومز والبريكز زومز او الاكسام الصغيرة تمام? نجي على الديفنيشن بتاع بيقول لك زي آآ آآ بيكون آآ دائرية آآ آآ يعني بيضوية آآ متنين من عشرة لواحد من عشرة في النانوميتر. في الديوميتر طبعا. آآ ميمبرين طبعا آآ بتكون سيميلر تو اللايسوسوم. سيميلر تو اللايسوسوم. بس دي عندها كان عندنا في اللايسوسوم كان عندنا هايدروليتك انزايم اما او اللي هتكون او او بيضوية من اتنين لواحد من عشرة في النانوميتر في الديوميتر وبتكون طبعا ميمبرينس اورجانيل بس هي بتحتوي على انزايم. تمام? هنجي على السايت بتاعها. موجودة فين? موجودة في الهيباتيك سيل والهيباتيك سيل والرينال سيل. او البروكزم الكونفوليتو التبيولز او الكيدني يعني. فازان احنا عايزين نعرف هنا في عرفنا بتاعها انها من واحد آآ لعشرة اتنين من عشرة في النانوميتر. وبتكون زي اللايسوسوم بس هي بتحتوي على انزايم. زي الاكسيديز والكتاليز. تمام? وموجودة في الهيباتيك سيل والبروكزم الكونفوليتو التبيولز او الكيدني او الرينال سيل. تمام? بتاعت البريكزززومز. تمام? او المايكروبات. الفانكشن بتاعت البريكزززومز بسيطة جدا. انه بيستدم فيه آآ بيقصر البورين عن طريق آآ نزيم اسمه الاكسيديز. عشان احصل على الهايدروجين بيليكسديز. اتشي تو او تو. على الفكرة الهايدروجين ده تكسك جدا. هيدروجين بيليكسدي ده تكسك. تمام? فاحنا اكيد مش الجسم مش هتطلع حاجة تكسك. لا احنا كمان بنكسروا ات بنكسروا باي الكتاليز. عشان احمق جسم بوحمل خلية من الاتشي تو او اتو. تمام? احنا اول حاجة بنكسل البورين عن طريق الاكسيديز. عشان بالكتاليز عشان احمل احمل خلية من هذا كحنا خلصنا. خش على الميتو كوندريا. ان شاء الله اتعرف على الميتو كوندريا في آآ بتاعها. وباللايت مايكروسكوب عاملها ازاي? وبالالكترون مايكروسكوب والفنكشن بتاعتها. فبنكمل بقى الميتو كوندريا وبنيجي على آآ بتاعها. السايد بتاعها الميتو كوندريا هي مهمة جدا في الخلية. ما فيش خلائم ما ينفعش يكون فيها ميتو كوندريا. هي الحاجة هتصنع الطاقة. فالخلاء ازا تشتغل بدون طاقة في السل. فاذا هو بيقول لك التعريف بتاعها عفوا بتاع الميتو كوندريا. بتتوزع على كل في كل الخلائم. بتكون فين? يعني في عمليات التكسير والبناء اكيد هحتاج طبعا كم كبير من والطاقة عشان هقدر اعمل عمليات التكسير والبناء بتاعتي. وكلما موجود في يعني ايه? انها بس عندي خلية هي. لما نبقي السلية هنا. السلية اللي عليها. دي سلية يا شك. بقى هداف. لما تبصها السلية دي هتلاقي فيها مليانة في بتاعتها هلاقي فيها بشكل كبير. وكان في وفي يعني ده لمسلا آآ رسم مش احسن حاجة بس هنرسم يعني اهو. هو موجود في بتاعت الاسبرمات زوة بتاعت الاسبرم. وكمان موجود في موجود كمان في آآ منطقة نقل الايونات هلاقي برضك القاعدة بتاعت نقل الايونات هلاقي فيها برضك كميات كبيرة من الميتو كوندريا. بإذن الميتو كوندريا مرة تانية هي بتتوزع على كل في كل الخلايا. بتكون في المكان اللي في عملت التكسير البناء بشكل كبير. وكمان في وفي الميتو كوندريا في منطقة نقل الايونات. تمام? نجل نشوفه بيه بشوف اه الميتو كوندريا باللايت ماكروسكوب بشوفها في في بشوفها تحت اتنين مكروسكوب مهمين جدا. هم اهم اتنين مكروسكوب عشان تقدر تشوف بيهم هي والدرك ماكروسكوب مفيش غيرهم. مفيش اي مكروسكوب تاني في بالزات باللايت ماكروسكوب في عشان قادر اشوف الميتو كوندريا هو والدرك ماكروسكوب. او ان انا استخدم صبرة زي الجينيس اهم صبغة موجودة اهم صبغة زي تكون عرفها وحافظها بالنسبة لمايتو كوندريا. ده سؤال هيجي اكيد. هيقول لك اه اه ميتو كوندريا مسلا فتعرف ان الجابة هكون جينيس جينيس بي ستين. طبعا بشوف شكلها بس في الورودس وفي المش مهم الكلام ده كل مهم حاجة انا كنت تتبقى عارف ان هو بنشوفه بالفيس كوندرستا ماكروسكوب. والدرك ماكروسكوب كمان بصبرة فايتال ستين ليال جينيس جريم بي ستيني. في الفكست سيل همتكسلين ستين. وكمان ان الطول والحجم بتاعها والعددها بيعتمد على السل اكتيفتي. تمام? كنا احنا خلصنا الميتو كوندريا باللايت ماكروسكوب. هنخش على الالكترون ماكروسكوب. طبعا ده شكل. اه الميتو كوندريا تحت الالكترون ماكروسكوب شكلها تركبها اعمل ازاي? بالليكترون ماكروسكوب بنشوف الميتو كوندريا يما بشوفها اي اما مطولة كده. اه في بتاعها وبتكون نص الواحد مايكرو متر في العرض بتاعها. وعشرة مايكرو متر في الطول. معايا ده كترة. فاحنا كدب نتكلم على ان بتكون بالالكترون ماكروسكوب يما بتكون طولة يما بتكون مدورة. بتكون بتاعها من نص الواحد مايكرو متر في العرض بتاعها وعشرة مايكرو متر تتكون من آآ آآ وبتكون من من ده بيتكون من يعني هو جزء خليج كده من الميتو كوندريا فالنفذة لدي الميتو كوندريا فده بتاحها تمام بتاحها ده بيكون وده بيكون آآ ناعم وبيكون آآ برميابول للووتر طبعا نحتاج عشان نعمل آآ الطاقة فإزا ان ده بيكون يونت تمام فإزا ده نجي بقى على ده بيتكون من ده بقى نوع خاص من المنبرين اسمه آآ 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 ترايب ارتايت بتحسيف ترايب ارتايت تمام ده اسم ده النوع بتاع آآ المنبرين الانر ممري اسمه ترايب ارتايت تمام لازم نحفظه وبيكون ستة ونص نانو متر في السيكنس مش مهم قوي بس اما حكا تبعرف ان هو اسمه ترايب ارتايت وستة ونص نانو متر في السيكنس تمام يعني كده احنا اتكلمنا على ده الاوتر من برين ده بيكون cups ممبرين بيعدي كالسيوم والآآ الووتر عفوا والآيو او الووتر تمام وعندك هنا جوا في آآ انار من برين وده بيكون اسمه كمان ستة ونص نانو متر في السكنس. انا الحاجة اسمها انتر ميمبرين سبيسيس. انا يا سمي تسف. ده حاجة اسمها انتر ميمبرين سبيسيس. دي عبرها عن تمانية نانو متر بتوين. يعني بتحتوي على سائل خفيف كده. تمام? يعني احنا كده عندنا الاوتر ميمبرين. وعندنا انتر ميمبرين سبيسيس. دي بتكون تمانية نانو متر فيه. آآ في الديوميتر وبتكون بين الانر عند الاوتر ميمبرين وبتحتوي على بليجي بقى نتكلم على الحاجة رقم اربعة والهي الكريستي. الكريستاي. تمام? احنا كنا تكلمنا على الرسمة اللي رسمناها اللي هي دي. وانا ده اا اوتر ميمبرين وده كان جوة الاينر ميمبرين بس طبعا الميتو كوندوري عاملة كده فده الاينر ميمبرين. حامل اسم شوية مايتو كوندوري بشكل منظم شوية. فدي الميتو كوندوري اوكلنا عن اللي دي آآ بس عايز نكرم على الكريستاي. ايه هي كريستاي هي دي. هي دي كريستاي. تمام? هي عبارة عن اينر ميمبرين. بيعبارة زي شبرة الشجر كده. فلازم تبعرف ان الكريستاي دي على مميازة الكريستاي معروفة بالكريستاي. آآ بتنقسم الى نوعين. يما ستت. وبيطلق عليها اهتيبكة ليما تيوبلر آآ 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 الستات كريستاي بتكون موجودة في كل الخلايا. تمام? بتكون يما طولية ما اللي مجددها يعني بشكل عرضي شوية اللي مجددها طولية يعني شكل لها معين. او بتكون موجودة في لو تفتكر احنا اخدنا آآ الاسترويد دي في اللي هي تمام? فاذا انت دي هتفتكرها لما يجي سألك عنها يسألك بس في حاجتين او في بتاعة الكريستاي. تمام? ما كنت اخش على او اللي هي المنطقة بين الكريستاي والكريستاي اللي هي دي ودي دي بتكون منطقة اللي اسمها الماتريكس سبيس ودي طبعا آآ الانر من بنين. وطبعا مبليئة مش مهم مش مهم. خش على وده اهم واحد ده بيحتوي على بيكون آآ بيكون آآ بيكون غني بيه الكالسيوم عند المغنيسيوم. تمام? ده رقم واحد. والماتريكس بيكون كمان غني بالبروتين آآ على الاقل خمسين في المية من البروتين الماتريكس بتاع الميتو كوندريا. بيحتوي على آآ بعض الدين ايه والتلات النوع بتوع آآ الار اني ايه والار ار اني ايه. وآآ آآ تمام? وانزيم فور اسد اللي هي الكريبس سايكل. يبقى احنا كده عندنا الميتو كوندريا الماتريكس. هو بيحتوي على الكالسيوم والماغنيسيوم. وعنده ماتريكس غني بالبروتين على الاقل خمسين في المية. ويحتوي على الدين ايه والمسنجر آآ والآآ بالتلات انواع بتوعها المسنجر ار اني ايه والتي ار اني ايه والآر ار اني ايه. كمان الانزيمات المهمة في عملية الكريبس سايكل. ده بالنسبة لعى الميتو كوندريا بالالكترون مايكروسكوب دراتها تفش على بتاعتها. اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى الله صحبي وسلم. بتاعة الميتو كوندريا آآ بسيطة جدا وهي كلمة آآ يعني كي يعني كي كل يعني هتكون هي دي الكلمة اللي يعني بتعرفك على طول على بتاعت الميتو كوندريا واللي هي آآ من بداية عشان تدعم يعني مهم من الميتو كوندريا هي الباور هاوس بسيطة لانها بتدي الطاقة اللي عملية اللي بنحتاجها في الطاقة بتاعتنا اللي بتاعت الخلاش تقدر تكون بالوظائف بتاعتنا بس يعني آخر حاجة معنا وهي تمام هتعرف فيها ان شاء الله على والصيد بتاعها وشكلها باللايت مايكروسكوب والاكتون مايكروسكوب بيقول آآ طبعا هي ممبرين آآ آآ يعني لها علاقة بالنيوكلر ممبرين برضا مرايبة ولها علاقة بالنيوكلر ممبرين آآ المكان بتاعها آآ موجودة في موجودة في خلايا كتير بس اهمهم هي والسبرمات والخلال التي عندها قسام سريع والمو سريع. يبقى اذن الانيوت لميلي بتاعها زي آآ آآ زي آآ آآ ممبرين باوندد كريستي نير آآ ممبلينج ذا النيوكلر ممبرين الساب بتاع موجودة في خلايا كتير جدا آآ اهمهم والسبرمات والسبرمات والريبيت نشوف شكلها باللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب باللايت مايكروسكوب بشوفها يعني عاملة كده شوه هو ده المعنى بكلمة تمام آآ يبقى انا بشوفها باللايت مايكروسكوب بالنسبة للايت مايكروسكوب بتشوف بشوفها سينجل او ستاكس آآ زي واجل من العصيان او يعني يعني كده هو قصده كده يعني متوازية تمام ممبرين محاطة بممبرين كل سينجل كل ستاكس كل عصايمين دي محاطة بممبرين عليها سيركل بورز عليها بورز كده بماشي كومبليكس يعني بتقاطع يعني نسب يعني بين كل نقطة ونقطة نسب النسبة سابتة تمام كده هو ده قصده بكلمة آآ آآ من حقا الفونكشن بتاعة الانويت لميلي آآ الفونكشن بتاعة الانويت لميلي هي مش معروفة او يعني ما قلوش فونكشن معين بس هو بيقولك انه ممكن استخدمه كمرسول يعني بيرسل او بيحمل الانفورميشن من النيوكولاس لبقية الخلايا تمام احنا كده عندنا الفونكشن بتاعة الانويت لميلي انه بيحمل آآ المعلومات من النيوكولاس الى الخلايا الاخرى ده شكل الانويت لميلي بكده خلاص تكون خلصت محاضراتنا النهاردة آآ اتمنى اكون حاولت اسأل عليكم واشارتها لكم بشكل مطلوب آآ هذا وان كان مني اتوفيقك فمن الله واحدة وان كان مني تقصير فمن ومن الشيطان والسلام عليكم اشتركوا في القناة